بورسة الجزائر بين الواقع والمأمول في تنمية الاقتصاد الوطني ملتقى ضم جميع الفاعلين الناشطين في القطاع المالي والمصرفية من أجل إصلاح السوق المالية وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية وكيفية تطويرها خاصة ما تعلق ببورسة الأوراق المالية نحن قلنا أن الاقتصاد الوطني مويل أساسا من المنظومة البنكية وخاصة المنظومة البنكية العمومية ولكن لاحظنا أن السيولة البنكية تتأثر مباشرة بسعر البترول وبالتالي نريد عبر إعادة تفعيل البورصة أن نعطي دفع جديد لتمويل المتعاملين وبالتالي تمويل الاقتصاد أو التنمية الاقتصادية فالبورصة ممكن أنها تمنح الشركات المدرجة في البورصة عندها أول مزايا ضاربية يعني لجنة تنظيم عمية البورصة هي السلطة الرقبية والإشرافية على السوق المالي يعني هي كسلطة رقبية وإشرافية تعمل على وضع كل الشروط والقوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عمل بورصة الجزائر وعمل كل المتدخلين على مستوى بورصة الجزائر من خلال إصدار قوانين ولوائح وأنظمات تصدر في الجريدة الرسمية وعلى رغم من أن نسبة المساهمة في قطاع تأمين الجزائرية في الناتج الداخلي الخام لا تتعدى واحد بالمئة لأن لقطاع تأمين دور فعال في تنشيط عملية البورصة وتفعيل الموارد المالية بفتح سنديق الاستثمار وتحفيز المؤسسات الناشئة والمسنعين للانخراط في البورصة اليوم قطاع التأمينات أولا كمستثمر سيكون عنده دور في نجاح العمليات الدخول والخروج منها ودخول البورصة في المرحلة الثانية هو تنويع الاستثمارات وكذلك يعني السوق المالية وين تكون هناك بيع وشراء وتنمية السوق أمام المستثمرين وخاصة المؤسسات المتوسطة والمؤسسات الناشئة باش تدخل وباش كما نقول إحنا تولج هذا المجال هذا من أجل إضفاء كما نقول إحنا نوع من الحركية الاقتصادية فرصة سانحة كانت لتشخيص العرقيل التي تعيق تطور سوق المال بالجزائر وإبراز دور البورصة في توطين المالية الإسلامية وحتى توطين الصناعة المالية والشمولة المالية